بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد العبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد ملخص حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة للعلامة الشيخ بن عثيمين رحيمه الله تعالى اختصره الشيخ الدكتور هيثم سرحان المدرس بالمسجد النبوي سابقا والمشرف على معهد السنة يقدمه لكم عمر البساطي واحد حق الله تعالى أن تعبده وحده لا شريك له وتكون عبدا متذللا خاضعا له ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه مصدقا بخبره عقيدة مثلاء وإيمان بالحق وعمل صالح مثمر عقيدة قوامها المحبة والتعظيم وثمرتها الإخلاص والمثابرة اثنان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيره واحترامه وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير وتصديقه فيما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلة وامتثال ما به أمر واجتناب ما عنه نهى وزرر والإيمان بأن هديه أكمل الهدي والدفاع عن شريعته وهديه ثلاثة حقوق الوالدين أن تبرهما وذلك بالإحسان إليهما قولا وفعلا بالمال والبدن وتمتثل أمرهما في غير معصية الله وفي غير ما فيه ضرر عليك أربعة حق الأولاد واحد التربية وهي تنمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى يكونوا على جانب كبير من ذلك اثنان أن ينفق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقصير ثلاثة أن لا يفضل أحدا منهم على أحد في العطايا والهبات الحق الخامس حقوق الأقارب أن يصل قريبه بالمعروف ببذل الجاه والنفع البدني والنفع المالي بحسب ما تتغلبه قوة القرابة والحاجة ستة حق الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف وأن يبدل الحق الواجب له بكل سماحة وسهولة من غير تكره لبذله ولا مماطلة ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يقوم بواجب نفقتها من الطعام والشراب والكسوة والمسكن وتوابع ذلك والعدل بين الزوجات ومن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله وأن تحفظه في سره وماله وأن لا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع سبعة حقوق الولاة والرعية حقوق الرعية على الولاة أن يقوبوا بالأمانة التي حملهم الله إياها وألزمهم القيام بها من النصح للرعية والسير بها على النهج القويم الكفيل بمصالح الدنيا والآخرة وذلك باتباع سبيل المؤمنين وحقوق الولاة على الرعية هي النصح لهم فيما يتولاه الإنسان من أمورهم وتذكيرهم إذا غفلوا والدعاء لهم إذا مالوا عن الحق وامتثال أمرهم في غير معصية الله ومساعدتهم ثمانية حق الجيران الجار هو القريب منك في المنزل يحسن إليه بما استطاع من المال والجاه والنفع ويكف عنه الأذى القولي والفعلي واحد إن كان قريبا منك في النسب وهو مسلم فله ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام إثنان إن كان مسلما وليس بقريب في النسب فله حقان حق الجوار وحق الإسلام ثلاثة وكذلك إن كان قريبا وليس مسلما فله حقان حق الجوار وحق القرابة أربعة إن كان بعيدا غير مسلم فله حق واحد حق الجوار تسعة حقوق المسلمين عموما منها السلام وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه وكف الأذى عنه وحقوق المسلم على المسلم كثيرة ويمكن أن يكون المعنى الجامع لها هو قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم فإنه متى قام بمقتضى هذه الأخوة اجتهد أن يتحرى له الخير كله وأن يجتنب كل ما يضغطه يجب على ولي أمر المسلمين أن يحكم فيهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وأن يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ويجب عليه حمايتهم وكف الأذى عنهم ويجب أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس وأن لا يظهروا شيئا منكرا في الإسلام أو شيئا من شعائر دينهم كالناقوس والصليب انتهى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر